في أول أيام عيد الأضحى المبارك تظهر الفرحة جلية على محي المواطنين لتقديمهم هذه القربة والشعيرة العظيمة أجواء يسودها المرح والفضول لتتبع مراحل ذبح الأضحية وسلخها وتقطيعها يجتمع في أماكن عرض وبيع الأضاحي الصغار والكبار ليشهدوا إهراق الدم الذي يحبه الله عز وجل في هذا اليوم وعن النبي صلى الله عليه وسلم قوله ما تقرب عبد إلى الله تعالى يوم النحر بشيء هو أحب إلى الله من إهراق الدم وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا نحن العيد اللهم صلى على سيدنا محمد فرحة للجميع أجواء العيد الحمد لله رب العالمين كل عام أنتم بخير كل فرحان وكل مبسوط وبضاعة متوفرة وكمية عالي يعني الأضحية هاي أنا من وانا صغير وأنا بضحي يعني أنا هذه الأضحية حتى أنا بضحي يعني مش وحدي بضحي أربعة وخمسة وستة الحمد لله رب العالمين وبوهبهم الوجه لله تعالى إحنا نتبع طبعا سنة سيدنا إبراهيم عليه السلام طبعا في الأضاحي والحمد لله هذا وقت خير ووقت إن شاء الله أنا ما قدرنا نطلع بالحاج فقلنا أقل ما فيها نيجي يعني إن شاء الله تعالى ونقدم يعني أضحية وإن شاء الله تتوزع الفقراء كامل إن شاء الله تعالى كل سنين منشوف أضحية يعني كل عيد الأضحى من جيب خروف يرتبط عيد الأضحى المبارك ارتباطا كاملا بالأضحية التي هي إحياء لسنة النبي إبراهيم عليه السلام في امتثاله لأمر الله عز وجل وعزمه على تنفيذ الرؤية بذبح ولده إسماعيل عليه السلام والمسلمون حين يضحون يتمثلون معاني الفداء والتضحية لهذا الدين والاستسلام والانقياد لأمر الله منصور العبادية التلفزيون الأردني عمان